تحياتي وقالها وسهلا فيكم في حلقة جديدة من دردشة انجليزية اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سمورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى كالعادة دردشة انجليزية بنختار مواضيع منوعة مش ضروري نتكلم عن كل الفرق فيها في حلقة اليوم حنتكلم عن عدة زوايا شو بصير مع جورجينيو مندي ونعمة أوريقي في الفربول وأيضا حنتكلم عن المباراة الأولى لرار فرانجينيك وحنمشي شوي ونتكلم عن كونتي وشو اللي بيعملوا مع نورويج سيتي حتى الآن كان واضح في مباراة وستهام انه لا جورجينيو ولا مندي في مستواهم كان واضح انه مندي من أول دقيقة لآخر دقيقة مش مركزوا قابل للخطأ وجاء بالنهاية الخطأ الكارثي الأخير في الوقت القاتل في حين جورجينيو اللي كان عنده مشكلة تركة الجزاء مع إيطاليا ثم المباراة والخطأ الكبير مع مان يونايتد ثم أيضا مباراة عادية أقل من مستوى أمام وستهام شو اللي بيصير مع هدول الاثنين اللي بيصير هو بيصير مع أي لاعب كرة قدم في العالم بتمر عليه فترة صعبة بتمر عليه مباراة صعبة جورجينيو مشكلته حقيقة لسه أصعب من مندي مشكلته انه شيء دولي وشيء مع النادي مشكلته أكبر وأوضح انه جاءت كل الضربات ورا بعض عنده مع منتخب ومان يونايتد يوم أمس أيضا وبالإضافة لأنه مرشح للكرة الذهبية فهو بيشعر كل العيون عليه الضغوط عم تزداد نفس الشي مندي زمان كان لو غلط كان مجرد حالس غلط لكن بعد اللي وصلوا مندي بعد شعورنا اللي ممكن يفوز بأحسن حالس بالعالم صار عارف انه الغلطة العالم كله مركز معك يا مندي زمان كانوا ناس يحبوا تقلقك لكن لما توصل لمرتبة الأفضل اثنين وثلاثة بالعالم ببطل الموضوع انك لازم تتقلق بصير الموضوع انه يا ويلك لو غلطت مش هيتسامحوا معك الناس اللعبين رائعين اللعبين مميزين اللعبين مفيدين لكن محتاجين مسألة تعامل ذهني جيد من توخيل تحضير نفسي للفترة الجديدة للمستوى الجديد اللي وصلوه بنظر الاعلام ونظر السوشيال ميديا على الهامش خلوني احكي عن توخيل وخسارته ايضا الخسارة مع وستام لازم ما تكون كثير مفاجئة لازم ما تكون مثلا جرس انذار لانها بالاخير مع واحد من افضل الفرق هذا الموسم في البرمير ليج وفي ملعبه ايضا الخسارة جاءت وسط اخطاء من الحارس بشكل واضح يعني مش خطأ منظومي بقدر ما هو خضأ حارس بالجول الاول والجول الثالث لكن اللي بدي احكي عنه شي بلشت احس انه عم بيمنع تشيلسي يطلع اكثر بالمستوى بالفترة الاخيرة لكثرة التغيير في الاسماء الهجومية يعني صح لو كاكو انصاب بس رجع بيرنر انصاب بس رجع بس بيه كثرة التغيير في الثلاثي الاماني ما عم تسمح لهم حاليا يتجانسوا بشكل سريع لانه التجانس بيخليهم بهيك مباريات صعبة مع وستهم قادرين يجوا بافكار مبدعة فهمين بعض متوقعين بعض بشكل افضل كثرة التغيير هذه بحسها حاليا بتحد من قدرة هذا الثلاثي الهجومي انه يطور بشكل اسرع اكيد تخيل عم يفكر لفترة اطول يفكر لشهر ثلاثة وشهر اربعة انه يكون عنده خمس ست لاعبين قادرين يلعب مع بعض لكن بالفترة الحالية من الدوري وهي فترة حاسمة شهر ديسمبر زي ما بنعرف فترة مهمة انك تبعد عن خصمك هي ربما الفترة اللي كان لازم يركز فيها على الانسجام مش فترة شهر اثمية وثلاثة ارو على اوريجي اللي سجل هدف في الدقيقة الاخيرة مع ويل برهامتون حتى انه يورجون كلوبت العقال هذا اسطورة طبعا اوريجي قلو طريق طويل من الغياب ثم التسجيل اللي بفرح كل جماهير لبربول اكيد ابرزها ليلة الرمونتادة وتسجيل هدفين في مرمى برشلونا لكن مستحيل ننسى هدفه اللي بالدقيقة 96 في الديربي مع ايفيرتون في موسم 2018 و2019 وهدفه بنفس الموسم في الاسابيع الاخيرة من ذلك الموسم المجنون والمنافسة العظيمة مع منشستر سيتي عندما قاد فريقه بتسجيل هدف الفوز في شباك نيو كاسل في الدقيقة 86 ويفوز ليفربول 3-2 والدوري على مشارف نهايته حتى ليفربول يضل له امن لاخر لحظة لكن طبعا بنعرف ذلك الدوري القياسي فاز في ماشستر سيتي عنده كثير لحظات رائعة لكن كما قال يورجون كلوب اسلوبنا ما بيعطيه الفرصة ولكن انا هور بشوف انه في شي اسمه نعمة اوريجي في ليفربول حقيقة وهذا النعم اللي هي لاعب مش بيشبه لاعبينك لاعب ربما مش من اسلوبك لكن هذا اللاعب مدرك تماما انه غير منسجم اصلا مع فلسفتك اللي تطلبها لكنه مدرك انه ممكن يكون مفيد في الاوقات الصعبة يعني هو عارف حاله مش اساسي ولا حيكون اساسي لكنه بنفس الوقت مدرك انك لما تنزله عنده شكل مختلف عن الثلاث اللي قدام في منطقة الجزاء ما لاعب مش كثير بيفكر بالاثنين اللي معاه لاعب يفكر اكثر يروح على المرمى يفكر اكثر يكون قريب من منطقة الجزاء او حتى من خط الستة بعض المواقف وبالتالي هفو واحد من الخصم قادر يسجل وبالتالي هادي نعمة واحد مش مناسب اسلوبك وانت موافق يضل وهو موافق يضل ودائما بتقدر تستفيد منه ويفيدك هذه اللحظات ربما يعني اوريجي بيجيب لك في الموسم خمس ست نقاط فقط لكن حافزهم المعنوي والذهني ممكن يكون عدد اكبر من النقاط في الاسابيع المقبلة والروح على من يونايتد رارف رانجينيك بينطلق بيبدأ مسيرته اللي واضح جدا اللي بيشوف السوشال ميديا من قبل ما يبدأ جبهير من يونايتد فرحانة متفائلة متوقعة كثير منه طبعا عارفين انها مباراة اولى صعب نحكم فيها على الرارف لكن اللي اكيد اللي شفناه انه شفنا افضل شكل لما يونايتد دفاعيا من زمان لأول مرة بنشعر انه هذا الفريق بدافع وهو بيفكر مش بدافع وهو بينطلق بس بدور على الكرة باي شكل شفنا اول شي باك نظيف في هذا الموسم في الاول لترافورد لما يونايتد شفنا مدافعين اقراب من بعض بشكل جيد شفنا استعمال ممتاز لفريد وماكتو مناي امام خط الدفاع بيمنع لعيبة كريستل ينتقلوا للامام بشكل سريع وشفنا تقليل زوايا التمرير بشكل واضح جدا على عيبة كريستل بلس وحتى الاندفاعات الفردية كانت دائما تقدر تراوغ الاول ما بتكمل على الثاني لتاع يونايتد وهذا الشي اللي خلى يعني فيارة يطلع يقول افتقرنا للشجاعة لما نستحوذ وهي مش افتقاد للشجاعة بقدر ما هو كان افتقار للخيارات بس طبعا جميعنا شفنا انه بعد الشوط الاول والضغط الكبير بالنصح الاولى انه الفريق بدنيا في الشوط الثاني نزل سدد تقريبا بالشوط الثاني اللي كان مطالب فيه سجل هدف الفوز نصف الدسديدات اللي سجلها بالشوط الاول استحواذه قل ما بين 4-5% ايضا ليش؟ لانه هذا الفريق مش معد بدنيا لاسلوب رارف رانجنك لكن عشان يوصل للحالة البدنية اللي بيطالبهم فيها رارف هو مضطر يضحي فيهم ويدفعهم في الملاعب لهذا الحد ولهذا الارتفاع هو عارف ان المبارة الاولى ممكن بعد 45 دقيقة مش هيكون قادر يكمل بنفس الاسلوب الثانية بعد الدقيقة 60 على امل انه بعد 6-7 مباريات يوصل للحد اللي بدوا اياها 90 دقيقة زي ما منشوف مع يورجين كلوب وتوخل المدربين الالمان اللي بيشتركوا تقريبا كلهم بشيء كبير من نفس الفلسفة لكن الاكيد بغض النظر عن هذا التحدي البدني انه الاجواء الايجابية كبيرة جدا والفريق عنده سلسلة مباريات سهلة لشهر ونص تقريبا وبالتالي فرصة رائعة انك تبني فوز ورا فوز ورا فوز اللي بيبني ثقة ورا ثقة ورا ثقة والثقة هي اسوأ اعداء مان يونايتد في السنوات الاخيرة فعندك فرصة تحل بشكلتك قبل حتى ما تواجه الكبار في الدور الانجليزي نختم موضوعنا بالمد القادم بالموج القادم بصمت توتنهام مع انتونيو كونتي انتونيو كونتي بيحقق 10 نقاط في اول اربع مباريات ما عدا المباراة الاولى مع ايفرتون اللي تعادل فيها بعد ذلك حقق ثلاث انتصارات اخرها كان الفوز الكبير على نورويتش بثلاث اهداف مقابل لا شيء قبلها كان عندنا 2-0 على برينتفورد واثنين واحد على ليتز يونايتد وعنده مباراة مؤجلي مع بيرن اللي لو فاز فيها حيصير الرابع الدوري الشي اللي كثير لافت في الانتباه في اللي صار الان انه ولا مباراة منهم كسب الاستحواذ لكن فيهم كلهم معادة مباراة ليتز يونايتد سدد اكثر من الفريق اللي مستحوذ اكثر لانه كونتي رجل مباشر زي ما بنعرف رجل بحب يودي الكرة اسرع ما يمكن الى الثلث الاخير وبلش يوصل هذه الفكرة بوضوح للاعبيتو تنهام تقريبا هو ما غير كثير في الاسماء اللي يعتمد عليها فقط التحول اللي عمله من 4-3-3 او 4-2-3-1 اللي اقيل في اخرها نونو سانتو الى 3-4-2-1 اللي بيلعب فيها الان ما داور كثير لاعبين لانه بده الانسجام على الشكل الجديد بعدين بيفكر يطور لكن الاكيد اللي شفناه انه هذا الفريق بيركد اكثر من الفريق اللي شفناه مع سانتو او شفناه مع مورينيو اللي شفناه انه هذا الفريق مدفوع ومضغوط من مدربه انه لازم تركض اكثر بدون كرة عشان الدافع بشكل افضل شفنا دائما في رغبة بالذهاب الى المرمى بشكل واضح بشكل مباشر بس كما قال كونتي هذا اصعب تحدي في مسيرتي لانه بيعرف هو بقدر يحل شوية مشاكل بس في مشاكل موجودة في مسألة جودة اللاعبين يعني الدفاع في توتنهام عنده مشكلتين منظومة وانا متأكد ومؤمن انه كونتي بقدر يحلها وافراد وهفوات غير متوقعة هذه لازم يتغير اللاعب خصوصا لو انه ضلت هذه الاخطاء بتتكرر زي ما شفناها عم بتصير مع بوكتينو مورينيو وايضا سانتو طبعا الواضح هو الان متفق على كين وهيونج من لكن محتار مين لازم يكون الثالث اللي معهم هذه من الاشياء اللي بدي يحلها يبدو في الفترة الجاي روهم انه المباراة اللي خاضها هي فرق سهلة يمكن الفوز عليها بتتنهام بكل منطقية لكن مقدر احكي انه كونتي في المرحلة الاولى من الاقتبار نجح اختبار رقم واحد هو ناجح الان الاختبار الثاني اختبار الاستدامة لما توصل للمركز الرابع وصير فيه ضغط عليك انك تحافظ عليه لان انت مجرد واحد بيسعى دايما اللي بيسعى حماسه اكثر من اللي بدافع وهنا بدنا نشوف شو بده يصير معاه بدنا نشوف لأي درجة بيقدر يخلي هذا الدفاع متماسك لما يلعب مع فرق عندها جودة هجومية لكن انا شخصيا بشجع اليوبي فمستحيل تلقى واحد بشجع اليوبي وما يقول لك كنت بيقدر ياخد توتنهام لمستوى ثاني نوصل هون لنهاية هاي الحلقة كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا نتابعينا على سيرفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة